عشان كده دايماً الجمهور بيقف مع النادي الأهلي في الإخفاق قبل الانتصار وبعد اكتساح النادي الأهلي للغريم التقليدي بثلاثية نظيفة في درب القاهرة لعيبة النادي الأهلي قد أدموا المطلوب وأظهروا انضباطاً تيكتيكياً وروحاً عالية بالإجماع من كل اللاعبين نهار نبالح لو حضراتكم تشوفوا احنا جبنا ثلاث أهداف جنب الراس وجنب اليمين وجنب الشمال كهرباء بدماغه محمد شريف بيمينه وبعدين محمد شريف بشماله كل اللاعبين الحقيقة كان همهم الفوز بالثلاثة نقاط والمحافظة على الشباك النظيفة وده طبعاً ليس بغريب على مواجهات الدربي اللي تجمع الغريمين التقليديين في مباريات القمة الـ 25 المتربعة على عرش الفوز فيها طبعاً النادي الأهلي كان 47 وأصبح 48 أنا بتكلم مع حضراتكم لما بقول لكم ده العادي إذن هذه هي الأرقام أنا والله ما بتريها ولكن بقول الأرقام بتقول إيه؟ النادي الأهلي 48 فوز وبنتيجة 3 أهداف دون مقابل للمرة السبعة في تاريخ مواجهات الفريقين ليواصل النادي الأهلي تكريس العقدة للزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري وليواصل تألقه وتربعه على صدارة الدوري العام